يعني كلنا أكيد عايزين نخسر وزنه عايزين نخس الصيام المتقطع ليه فوات كتيرة جدا على الصحة العامة ولكن أو بالذات فيما يتعلق بتخليص الجسم من الصموم وأكيد ننقص وزننا به لكن فيه دراسة جديدة بقى بيانت أن النوع ده من الصيام ممكن كمان أنه يساعد مرضى أو المرضى اللي عندهم مرض السكر طبعا على تخفيف الوزن والتحكم بمستويات السكر في الدم في علاقة أرضية ما بين الناس اللي عندها سكر وما بين أنظمة التخسيس أو أدوية التخسيس وفي علاقة أيضا ما بين الصيام المتقطع زي يعني ما فيه علاقة ما بين الصيام المتقطع وما بين إنقاص الوزن الناس اللي عندها مرض سكر وبيعانوا من حالات صحية متعددة زي ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو مستوات الكوليسترول بيعملوا إيه علشان يتجنبوا هذا الأمر وإزاي بيستخدموا قصة الصيام المتقطع بشكل صحي وهل ينفع بقى أن نقلد هذه الطريقة الناس الأصحاء اللي هي ما عندهاش مرض السكر بصحبتنا الدكتور محمد عافي في أخي سيدة تغذية على جاب المعهد القوم اللي تغذية عن كلامنا عن هذا الأمر بالتفصيل أهلا بحركة دكتور أهلا وسلام بحرارك وكل سلام حراركوا طيبين نسبة شهر أكتوبر وانتسارات أكتوبر أهلا بحضرتك وكل المشاهدين بخير أهلا بحضرتك الصيام المتقطع هو مرتبط علميا وتاريخيا بقصة مرض السكر ولا هو دلوقتي نوع من أنواع الدايت أو إنقاص الوزن يعني إيه العلاقة الأول عشان نعرف هو مرتبط ولا أهل لازم نعرف إيه هو الصيام المتقطع الصيام المتقطع ده هو عبارة عن النظام بنعمل فيه إمتى ناكل وإمتى ما ناكلش وإمتى ناكل قد إيه وفي وقت ديه له كم نوع لستة أنواع أول نوع منه بنقول عليه صيام 16 و8 صيام 16 ساعة وإن أنا أكل الثلاثة وجبات بتوى في الثمان ساعة طبعا والنوع الثاني بنقول عليه خمسة اتنين إن أنا أكل خمسة أيام في الأسبوع وأصوم يومين طب اليومين اللي هصومهم دول محتاج فيهم إيه بيقلل السعرات لحد خمسمائة أو ستمائة سعر حراري في اليوم كله ومسموح لي في اليوم إن أنا أشب مشروبات بدون سكر وممنوع في لبن تريد سعر دي يعني إيه طفحتين يعني؟ لا التفاحة 120 أه يعني أربع طفاحات مثلا حاجة زي كده بس هو يعني هياخدهم في المشروبات يعني عمتا يعني الحاجة للنظام الثالث اللي هو نحن نتكلم عليه النظام اللي هو 24 ساعة صيام تمام اللي هو ايت ستوب ايت 24 ساعة هنأكل بعد كده هنصوم 24 ساعة بعد كده هنأكل 24 ساعة مين يقدر يسوء 24 ساعة؟ حراري جواب طيب ومين يقدر يسوء يأكل 24 ساعة؟ دي أنواع السيام المتقرد الموجودة ومين يقدر أنه يأكل خمسة أيام وبعدين يصوم يومين؟ لا دي في ناس تعمل طيب في حاجة تانية النظام 12 ساعة تمام؟ سيوم و12 ساعة بتاكل او ده سهل ده طيب بس انت 12 ساعة أكل دي في منهم من 8 ساعة نوم اه اه تعريب الشات في الموضوع أن في النهاية لا أجل قصدك الـ 12 ساعة صيام فيهم 8 ساعة نوم حسب بقى أنت انت قلت أكل او انا كنت بعمل الصيام المتقطع كنت بأكل وجبة واحدة في اليوم تمام بس كنت بأكل وجبة يعني او ما هو ده النوع اللي هو بنقول عليه النوع الأخير اللي هو بتكلم أن انت بتصوم 20 ساعة وبيتأكل وجبتك وجبة كبيرة بالليل لا بكل الصف فده نوع حضرتك على حسب المتاح ليكي بتقدر يتعملي اللي في منهم الكلام دي ان الصيام المتقطع هو نمط لحياة لإجبار اللي عاوز يخس او اللي عاوز يمشي على نظام صحي يمشي عليه طب انا لو جيت عملت الصيام المتقطع وجيت في 8 ساعات او الوجبة الكبيرة أخدت وجبة تحتوي على مثلا 3.000 سعر حرارة هيفيدني لا مش هيفيدني الأصل في الموضوع هو نقص في السعرات الحرارية عشان أقدر أخس وانزل وزني يعني أنا النهاردة شخص السعرات الحرارية بتاعتي 2000 سعر فأنا عاوز أخس أعمل إيه أخد صعرات حرارية على أقل من صعرات اللي أنا محتاجة في اليوم بتتحسب إزاي على حسب الوزن والسن والعمر والطول والحالة الفيسيولوجية والنشاط الرياضي بتاعك والحاجات ده كلها فمن خلال ده بيطلع لي كمية صعرات حرارية كمية صعرات حرارية ده خدتهم بقى بسن متقطع خدتهم عادي على مدار اليوم خدتهم وجبة واحدة هو ده اللي حضرتك محتاله طيب له أضرار السيوم متقطع له أضرار من ضمن الأضرار إنه هو ممكن يساعدني على انتظام السكر وممكن يخفضلي السكر في الدم فيدخلني في حالات هايبجولايسيميا أو هايبرجولايسيميا عدم تثبيت السكر في الدم يعمل لي مشاكل لمرضى السكر إيه الأضرار التانية؟ بيعمل لأخبطة للسيدات في الهرمونات الأضرار بعد كده بيعمل لي مشاكل في إن أنا بقلل شرب الميا وبقلل حاجات كتير فيحسن لي مشاكل دهيدريشن أو جفاف في الجسم له مشاكله ولكن عاوز تبدأ نظام سيوم متقطع لازم تحت إشراف طبي باحته وخصوصا للمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة زي القلب وضغط فضل مرضى الناس بعد اللي دلوقتي مطلعين وموضة وبيقول لك السيوم المتقطع تحت إشراف طبي فيش حاجة اسمها كده أنا رايح أعمل نظام غذائي أو رايح أعمل نظام صحي الحياتي لازم تحاليلي أعمل تحاليلي أشوف إيه اللي نقصني في جسمي بعد كده أشوف لو في مشاكل صحية أعلاجها بعد كده الدكتور يقول لي هنمشي إزاي وصوحي دكتور السيوم المتقطع ده مش حاجة بتتعامل على لونج ران يعني مش حاجة بتتعامل فترات طويلة ده اللي عايز يخسر وزن فجأة يعني 2-3 كيلو مرة واحدة بيعمله بس هو عارف أنه ده هياخد منه شهر بكثير بس مش حادر يستمر فيه وبعد كده عادي بقى يعمل دايت دايت عادي مش يعني 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 عايز يخسس مثلا 2-3 كيلو بسرعة في أسبوع أو 2 هيعمل نظام قاسي بعد كده همشي على دايت مش مش هفضل عامل الحياة الصعبة زي عايش فيها ترعولي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل حاجة اسمها فقد في العضلات يعني فقد في العضلات أنا جسمي دلوقتي في كتل عضلات وفي كتل عضلات وحضريك صايمة فترة 20 ساعة فهو في الوقت دا محتاج صارات حرية هيجيبها منين خلاص بيحرم الدهون ببتدي يخش على العضلات لأن كمية الكربوهدريت اللي حضريك مدخلها اللي هي مصدر الطاقة عندنا الدهون والكربوهدريت الدهون والكربوهدريت أول ما تبتدي لحد دايت يقولك إيه امنع دهون امنع سكر لأ أنا محتاج دا بكمية ومحتاج دا بكمية لأن دا هيفيدني أيوة أنا بيقوله امنع لفترة يعني بيقولك امنع بس اليومين تلاتة خلي وزنك ينزل فجأة جسم في اليومين تلاتة دول هيعتمد على الطاقة بتاعته منين مخزون دا مخزون دا بيطلعوا منين الجليكوجين اللي موجود في الكبد والعضلات يبتدي يكسروا ويخرجوا على هاية سكر الجليكوجين اللي موجود فين في الكبد والعضلات فهو خلص المخزون الجليكوجين اللي في الكبد يبتدي يخش على العضلات هيحصل بعد كده على ان احنا لو كملنا فترات طويلة على هذا النظام هيحصل حاجة اسمها هو العضلات او العضلات التي نخسرها ويبتني شكلنا او اداءنا يبقى مش كويس قولا واحدا النظام اللي يتعبني او يضايقني او ينرفزني او يعصبني او مش بتاعي يعني لو النظام غير نمط حياتك وغير اسلوبك وغير اسلوب تعاملك في الحياة وغير مودك النظام ده مش بتاعك خالص بس بيجيب نتيجة يا دكتور برد نتيجة ايه انه بيقلن الوزن تم فيه انظمة اللي هي انظمة عجز السعرات للحرارية العادية اللي انا بفتر وبتغدى وبتعشى وباخد ما بيه الوجبات سناكس وفي الاخر بخص عادي نفس القص ليه انا اصوم السيام ده كله وبعدين اخدë واجبه واحدة مرة علشان الدروب السريع علشان الدروب السريع طيب انا ماحتاج الدروب السريع ان انا خلاص عملت طب بعد كده هعم residue عندي فرح عندي سفر عندي اي حاجة عايزة تعمل دروب سريع طيب عملنا ده وعملنا الدروب السريع ما بيقدرش بعد كده يرجع لطبيعة الجسم الجسم مش بيفهم احنا عندين عقل بس جسمنا مش بيفهم أنا النهار ده حضرتك ما سمعتيش الجملة دي من أي حد يقولك أنا مش باكل خالص ولكن بدخن لا كتير بيجلنا لأيادات يقولك يا دكتور والله أنا ما باكل غير وجبة واحدة وبالنهار مش بالليل أيما الوجبة دي غلط الوجبة دي مليانة بحاجة سعاراتها عالية جدا حسبنا الوجبة لا تتعدى الخمسمة سعارة حرارة إيه بقى اللي حصل هنا اللي حصل هنا إن هي عودت جسمها أو هو عودت جسمه إن هو يحرمه حرمان من عناصر معينة أصبح الجسم مدي إشارة للمخ أوتوماتيك أي حاجة تدخل الجسم يحصل لها خزنها عشان هنحتاجها في القوات اللي هو حرمني منها في الحالة دي حضرتك بتعمل إيه بقى مع المريض دي اللي بيجي لك بالحالة؟ بنبتدي واحدة واحدة نقول له هنرجع نفتر وبنبتدي تدي له سعاراته الحرارية بالتدريج لحد ما يوصل لسعارات الحرارية اللي هو هياخدها وفي نفس الوقت بزود له السعارات يعني بزود له الأكل عن اللي هو كان بيأكله وبنفس الوقت بيخلص في حاجة تانية فيتامين دال الشمس الشمس احنا كلنا هنا ما شاء الله المحجبات حتى مسكات اللي ما بتنزلش الشمس اللي نايمة طول النهار الكلام ده كله كل ده مأثر على فيتامين دال ما عامل نقص فيتامين دال فيتامين دال ده جروس هرمون دلوقت فيتامين دال مشارك تقريبا في كل حاجة في الجسم في العظام وفي الدايت وفي المشاكل الكلة كل حاجة مشارك فيها فيتامين دال فدي حاجة من ضمن الحاجات اللي أنا نقص الحديد أنامية معظم الناس اللي جسمهم مليان عندهم أنامية بسبب إيه؟ بسبب الأنظمة اللي هي زيها أنظمة السم متقطع والأنظمة اللي هي بنقول عليها أنظمة الموضني أنت بتاخدش كمية السوارات الحررية ولا كمية الأملاح المعدنية ولا كمية الفيتامين اللي أنت محتاجها طيب أنا النهاردة في نظام زي كده منعت دهون طيب الدهون دي أنا محتاجها بس محتاج دهون صحية محتاجها عشان أمتص فيتامينات الجمال ماذا بيقولوا اللي هي أدك إيه ودي وإيه وكي دي بنقول عليها فيتامينات الجمال فيتامينات الجمال للبشرة والشعر والجسم والنظارة وإن ما يحصلش شيخوخة مبكرة وما يحصلش مشاكل كل ده فيتامينات دي محتاجة وصل دهني عشان تمتص عشان كده ما بيجي يدو سابلمينت لأي فيتامين بيمتص في الدهون ولك خده بعد الوجبة الرئيسية اللي هي فاد هون أي عشان خاطر يمتص كويس فالنهارده الأنظمة دي والحاجات اللي بتحصل والسوشيال ميديا والنت والحاجات دي كلها بتقول بتدي لناس أنظمة فبيخصوا غلط فخساسانهم غلط ده بيرجع بعد كده مرضوده مش كويس صحيح يعني أنا بجي لي حالات تقول لي يعني نزلت يعني كايت مية وحاجة نزلت لسبعين وستين ورجعت ما فيش شهر شهر بس هي فتحت الدنيا شوية وده غزبا عنها لأن من أضرار السيام المتقطع اللي هو الجوة العاطفة ما هي بقى النقطة هنا يا دكتور أنا رجعت شوية ما رجعتش وكانت نفس الكمية اللي اتحرمت منها ورغم كده الجسم بيرجع لنفس الوزن واكتر أكتر أه طبعا زي كده بالظبط اللي بيبطل سجاير ويرجع ويرجع أكثر شراهة هي الجسم هنا عايز إيه يعني الجسم عايز إيه زي ما أنا قلت لحضرتك عود الجسم أن أنت زي الطفل الصغير بابا بينده عليه ومامة بتنده عليه إيه اللي هيحصل هيجي هيجي المين مش هيرد على اتنين مش هيرد على اتنين هيا قفيا زبك آه تمام طيب الحاجة التانية لو أنت كل يوم وأنت نازل من البيت بتسيب فلوس مصروف معين وليكن مت جنيه تمام وبتتصرف فجيت في مرة سبت خمسين في مرة سبت عشرين اللي في البيت هيعمل إيه يوم ما تسيب المية هيصرف عشرين ويخزن إيه آه يشيل تمانين بكل بساطة الجسم بيعمل كده حضرتك النهاردة بتأكلني بالليل وجبة كبيرة وبتأكلنا الصبت ترجع تصوم ترجع ما تأكلنيش خالص ترجع تعمل ترجع كل القصة دي الجسم بيعمل إيه أي حاجة إشارة الجسم أي حاجة داخل الجسم خزنوه فيحصل إيه تشم الأكل عند الجران تدخل آه شوية الدهون اللي في الجو دول تشمهم كده تحسين أنت بتدخل غير أن الموضوع بيحصل معاك إيه أنا محروم أنا محروم فيحصل لك حاجة اسمك جوه العطيفي بعد كده اللي هو أنا هقوم أفتح التلاجة كل أي حاجة أنا خلاص وصلت للشيب اللي أنا عاوزه وصلت للشكل اللي أنا عاوزه فأنا مش هدخن تاني وفي حاجة يقول لك إيه في بعض الناس يقول لك في حاجة اسمها تثبيت آه فيش حاجة اسمها تثبيت يقول للقصة إن أنا بعمل إيه بعمل حركة اللي أنا قلت عليها بتاع الطفل الصغير بزول صغرات وقال لي صغرات وقال لي صغرات وقال لي صغرات فالجسم يوم ثابت مرة واحدة خلاص هل تي حاجة اسمها التكميم الدوائي يا دكتور؟ آه سمعت عن حاجة زي كده اللي هو بيبقى أدوية تنزل المعدة تنفش فيها و لا ذا دي حاجة تانية ماشي ماشي تكميم الدوائي أن حاجة جديدة يعني واني مش فيها بيتبقى أدوية معينة بتتاخد لفترة طويلة جدا لدرجة إن المعدة خلاص تتعود على هذا الأمر وبعد كده خلاص ما بترجعش تاني بيقوله طبعا لا لا ما فيش المعدة طبيعتها حتى في أنظمة التكميم العادية اللي هي عمليات التكميم وبترجع تاني هي طبيعة المعدة بلونة مع أن انت بتتغير عليها بتاكل زيادة بترجع تاني لطبيعتها معظم حالات اللي عملوا تكميم معدة برجعوا تاني وبزيادة لأنهم كانوا مفكرين إن هو ما يأكل كمية صغرات على مدار شوية كل شوية يأكل كل شوية يأكل ده مش هتزود لصغرات ومش وما غيرش النمط الغذائي بتاعه لا رجع تاني ورجع تاني وزنه زيد ورجع يحصل له مشاكل تاني كأنه ما عملش العملية أخر صحيح كل حالة دايت هو النظام الغذائي لازم نمشي عليه طول الوقت من فاشل أن احنا نعمل حاجة ونوقفها أو نبقى يعني بنفاجئ جسمينا كل شوية بنظام غذائي مختلف نشكرك دكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد قامل التغذية شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك